بما ان احنا بتتكلم على الحكومة النهاردة خليني اخدك على الشائعات والله العظيم يا جماعة الوحى تصدع من الشائعات واغلبها فعلا شائعات بجد تفه تعال نشوف النهاردة الحكومة بتنفي شائعة حول ايه بقى؟ تقليص ايام العمل بالجهاز الاداري للدولة 3 يام في الاسبوع وتخفيض الاجور ليه يا جماعة؟ قال لك مهدى بقى جاي علشان هينقلوا العاصمة الادارية انا بس عايز اعرف معلش والله العظيم الربط فين؟ بتكلم بجد الربط فين؟ هقلل العام هقلل ساعات هقلل ايام العمل وخفض الاجور عشان رحينا العاصمة ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ غير انه القلعة عندنا في اسكندرية جنب البحر مش دي القصة بس السؤال يعني وفي قلعة كتير دايما على البحر وده طبيعي وقتها السؤال برضو ليه؟ يعني هننقل العاصمة الادارية الجديدة هنخفض ليه ايام العمل عشان ايه؟ طب وليه هخفض الاجور؟ طب اذا كنت انا لسه مزود الاجور طازة يعني لا ده انا زودتها قبل معادها اصلا وعملت علاوات او زيادات استثنائية وحزم استثنائية وما الى ذلك عشان الناس تقدر قدر الامكان تتحمل جزء من الازمة الاقتصادية اللي ماشية في العالم دي اجا اقول لهم فجأة اصلا خفضت الاجور ازاي؟ ده انا مسبد سعر المحروقات ده انا مزود الحزم على بطاقة التموين ده انا عامل زيادات في المعاشات من قبلها بثلاث شهور زيادات المرتبات من قبلها بثلاث شهور مش منطقة خالص خالص ده انا مخلي المبادرات بتاعتي بتكمل لحد تلاتين ستة ازيادات الاستثنائية بتاعة التموين وخلافه عملها لحد تلاتين ستة تلاتة وعشرين هجا قلت بس انا هقلل الاجور وهخفض ايام العمل ده احنا بنقول لا خالص ده جماعة ده احنا عاوزين نفضل نشتغل شغل من نار بالمناسبة اي ازمة اقتصادية في العالم لا حل لها سوى العمل